لماذا والحمد لله لم ينجح داعش في رفع رياته السوداء على أراضي مصر هو هذا السؤال ده محتاج وقت للرد خد وقتك أنا أهمني أن الكل يسمع الكلام يسمع إجابة حضرتك لأن بس للتوضيح سيادة العقيد كان في قوات الخاصة وكان يقابل الإرهابين وجه لوجه الفكرة كلها أن التنظيم داعش أو التنظيم الإرهابي المدعوم بأجهزة مخابرات مضادة على مقدرة عالية من التخطيط الاستراتيجي كان مقسم مراحل هدم الدولة إلى ست مراحل المرحلة الأولى بدأت بعد 28 يناير 2011 وهي مرحلة إعداد مصرح لعملات اللوجستيكي في منطقة شبكزيري السيناء بالكامل تخزين أسلحة معدات مفرقعات وده تم بنسبة 100% نتيجة استقلال حالة الفراغ الأمن بعد 28 يناير المرحلة الثانية كانت هو إنشاء مجموعات صغيرة إرهابية تقوم بعمليات صغيرة لقياس رد الفعل وإحنا كلنا شفنا هذه العمليات وده نجحت بنسبة 100% المرحلة الثالثة نفس التنظيمات والجماعات ابتدت تصعد من عملياتها بعمليات كبيرة لإثبات القدرة والوجود المرحلة النمر الرابعة والمرحلة الرابعة في هذا التخطيط هو توحد هذه التنظيمات تحت راية واحدة كانت اللي كان عندنا فيه قد تسمع على ولاية سيناء وتسمع عن تنظيم أنصار بيت المقدس والزئاب المنفردة وآخر والتوحيد والجاد كلهم تحولوا إلى اسم واحد بس اللي هو ولاية سيناء دي المرحلة نمر الرابعة المرحلة نمر الرابعة وهي الأخطر والأهم هو استقطاع جزء من الأرض في الجيش موازي ورفع العلم ده المرحلة نمر الرابعة خمسة ثم المرحلة نمر الرابعة ستة إعلان قيام دولة المتمردين وخلي بالحضرك من المصطلح دولة المتمردين اللي كان معظم السياسيين في هذا التوقيت بيستخدم هيقول لدي معارضة مسلحة معارضة مسلحة متمردين ومتمرد في وجهة نظر الأمم المتحدة هو مواطن لها حقوق جارة الدولة على حقوقه فرفع السلاح في وجهها لمحاولة استبداد حقوق ففكرة أن الدولة المصرية بعد أن تم نجاح أربع خطوات الخطوات اللي احنا قلت عليها وقفت الهجوم على كمان الرفاعة 1-7-2015 اللي كان هذا الهجوم كان تحت تغطية وسائل الإعلام الأجنبية وابتدى ينشر أخبار كاذبة عن خط سير أعمال القتال وإحنا كنا مستعدين وجهزين لهذا الأمر وأفشلنا لهذا الأمر لأن كانت المرحلة أمر خمسة كان فيها استقطاع جزء من الأرض ورفع العلم أعتقد أن قوات المسلحة قدمت مسلحة كبير جدا من التضحية والفداء وكسرت هذا المخطط في المرحلة أمر خمسة وأعتقد أن باقي المرحلة تتراجع إلى أن حصرنا الإنهاب في مساحة التعدى واحدة الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة